هذا يقودني إلى سؤال أقل متقاعد من شريحة المتقاعدين كيف يأخذ راتب؟ هي مختلفة حدود الدنيا كانت أربعمائة ألف دينار وأصبعت هناك هناك مختلفة هناك تختلف ما بين الموظف وما بين العسكري الموظف المدني والعسكري تختلف ما بين السجين وذوي الشهيد ما بين المصاب حتى عد المصاب أستاذ نجم على نسبة العجز تفرق المستحقات التقاعدين لا أكيد فما ممكن أن أقول لك رقم محدد تجدل أدنى دورات تنطى مكافأة يعني أكو بعض الرواتب التقاعدية ما تنمنح على أساس احتساب راتب تقاعدية على أساس مبالغ محددة ضمن مكافأة أكو حدود الدنيا وأكو حدود على أكو مادة 21 من قانون التقاعد رسم الآلية في احتساب الراتب التقاعدي أنا أريد أن ناقش الآلية معك بكونك الآن أنت مختص نعم خلي نفترض أن أقر راتب تقاعدي 400 ألف دينار بظل هذه الظروف تنطى الواحد أربعمية شلون تحفظ آدميته كيف حسبت إذا قاعد يجار الـ 400 ألف دينار إذا راجع به مرة للحارثية ما يوصلن لأبو الصيدلية المشرع شلون حسبها صحيح طريقة الاحتساب كانت في 2014 على معياره معيار معدل الراتب اللي موجود لثلاث سنوات ستة وثلاثين شهر في اثنين ونص في سنوات الخدمة جقد خدمته يحتسب إليها أيضا موضوع المعيشة والغلاء والآخر هذه آلية الاحتساب اللي بيها آلية ما تتعلق بأنه هذا الراتب جقد ما جقد يجيك أنت معدل الراتب هذا اللي موجود تضرب في اثنين ونص وهذه نص قانوني تشريعي موجود به النقطة أنا أعرف أن هذه لصوص قانونية مو اجتهادات وعليه من تلقى هذا الموضوع تلقى ابتداء حسب طبيعة رواتب اللي كان ياخذها طيلة هذه ثلاث سنوات أذا كانت رواتب عالية الوظيفية فرح ينعكس أوتوماتيكيا على موضوع الراتب أنا أعرف سيد مار أنه هذه ليس من مسؤوليتك لكن من خلالك أنا أخاطب الآخرين ألا تعتقد أنه هذا المتقاعد قد ظلم مرتين مرة عندما كان موظفا وراتبه الإسمي ومخصصات قليلة وظلم مرة أخرى عندما انتهت خدمته وأصبح راتبه التقاعد لا يكفي أن يجيب لشيشية دول لماذا لا يعالج لماذا لا تقترحون أو هل يحق لكم أن تقترحون أن يضع سلم أدنى للراتب بظل حاجات الإنسان هو عمر ستين وعراق لازم بيضغط ولازم بيسكر ولازم قاعد يجار وعده ستة ألاف مشكلة وتطيع أربعمية وتقول له سير مواطن وروح عيش شلون يعيش مواضع التعديلات بالقانون هي موضوع نقاش الثغرات التي تكلمت بها وجنابك ذكرت هذا الموضوع هي أحد الثغرات التي موجودة بالقانون يعني هل قرار موجود؟ لا مو قرار أقول لك هو موضوع للنقاش للنقاش اللجنة القانونية في مجلس النواب ما أقضى على عاتقها في موضوع تعديل للقانون نحن هيئة التقاعد مستعدين تماما بل عملنا حتى مع الجانب القطاع الخاص يعني جانب أفضل نسميها منظمات المجتمع المدني أكثر جمعية للمتقاعدين يمثلون مجموعة من الأخوة المتقاعدين اللي طالعين محالين على التقاعد أيضا نسق نوعها بعض الأفكار والمسائل المتعلقة أحد هذه الفقارات موضوعة سلم الراتب التقاعد وكيفية تحتسابها هي مطروحة ضمن المسائل أو البنود أو المواضيع يعني نبشرهم قريبا إن شاء الله إن شاء الله هو إن شاء الله تعالى كل معالجات للقانون نبشر كل الأخوة المتقاعدين بأنه نحن جادين ومسرعين وعاملين بكل جهد لمناقشتها مع مجلس النواب كسلطة تشريعية وعبر الأمان العامة لمجلس الوزراء باعتبار يصدر بها قرار مجلس الوزراء يحال كمشروع قانون أو يحال كمقترع قانون كهيئة تقاعد مستعدة له المسألتين تماما ترجمة نانسي قنقر